صباح الخير ثامن درسنا اليوم عن الموارد المعدنية نتيجة الأهمية الكبيرة للمعادن انعكس ذلك على تسمية مراحل تطور الحضارة البشرية مثل العصر البرونزي العصر النحاسي والعصر الحديدي إلا أن تطور الحقيقي لإقطاع التعدين قد بدأ مع الثورة الصناعية خاصة بعد اكتشاف الفحم وقوة البخار في عنا أنواع للخمات المعدنية عندي نوعين عندي خمات فلزية وخمات لا فلزية الخمات الفلزية تتواجد في الصخور البركانية ميزات هلا معان قابلية التشكيل وجيد التوصيل للكهرباء هلا أنا بدي أحفظ الثلاث ميزات بالإضافة لحفظ مثال على كل نوع من الأمثلة عليها الذهب الحديد النحاس والألمنيوم هلا الخمات اللافلزية في عندي تتواجد في الصخور الرسوبية ميزاتها غير موصلة للكهرباء وتتفكك إلى جزيئات من أمثلتها الملح والبوتاس والبترول والغاز الطبيعي أما استخدامات الغمات الفلزية إن عندك النحاس صناعة الألات الموسيقية الأسلال الكهربائية أما الحديد صناعة الألات الثقيلة والمعدات الحربية الألمنيوم صناعة الطائرات والمعدات الكهربائية هلا أنا بدي حفظ نقطة على كل مثال أما استخدامات المعادن اللافلزية في عندي الملح استخداماته في الصناعات الغبائية والمواد الكيميائية البترول في مجال الطاقة والصناعة البوتاس في الأسميد الزراعية أما عن الألمنيوم فهو يعد نقطة تحول حضاري لأهميته في صناعة الطائرات لميزاته التالية أو إشخفة الوزن عدم قابلته للصدى يقاوم التآكل هلا ممكن يجي سؤال علل يعد الألمنيوم نقطة تحول حضاري عند ميزاته خفة الوزن عدم قابلته للصدى ويقاوم التآكل هلا النحاس أهميته غذائية أول إشي عنده الوقاية من فقر الدم أيضا يؤدي نقصه إلى الترابات في النمو بالإضافة إلى ممكن الحصول عليه من اللحوم سفار البيض الفواكه والخضروات هلا نحكي عن أهمية الموارد المعدنية عندي أهميتين أنا عندي أهمية اقتصادية عندي أهمية سياسية الأهمية الاقتصادية يعد عنصر أساسي من عناصر الدخل القومي إحدى دعامات التي يرتكز عليها تطوير الصناعات تحقيق عائد مادي كبير من العملات الصعبة توفير فرص عمل للسكان بالإضافة إلى ارتفاع الدخل القومي هلا أنا بدي حفظ 3 نقاط على كل أهمية أما الأهمية المعدنية أما الأهمية السياسية للموارد المعدنية فهي تحديد مكانة الدولة على الساحة الدولية تحديد وزنها السياسي بالإضافة إلى تحديد طبيعة القدرات التي يمكن للدولة امتلاكها هيك بنكون خلصنا الدرس هلا أي حدا بدي سؤال ممكن يتواصل معي على منصة أو على الواتساب يعطيكم العافية